جهود شركة شيل البريطانية الهولندي العملاق للنفط تتواصل من أجل احتواء تسرب النفط من أحد الأنابيب في بحر الشمال قبل تساحل البريطاني شيل تعهدت بأن النفط لن يصل إلى السواحل البريطانية إلا أن المنظمات البيئية متخوفة من حدوث الأسوأ لا نعرف بضبط كمية النفط المتسرب ولا نعرف نوع النفط كما نجهل أيضا درجة الخطورة وما إذا كان هناك تركيز للطيور في المنطقة يوجد خطر ولكننا لا نعرف مدى هذا الخطر في الوقت الراهن واكتشف التسرب النفطي الأربعاء بعد رصد بقعة نفطية على سطح المياه قرب منصة جانيت ألفا التي تبعد 180 كم شرقي أبريدين بسكوتلندا وحسب شيل فقد تم إيقاف التسرب النفطي بدرجة كبيرة وتم اتخذ إجراءة أخرى لاحتواء البقعة بما في ذلك إغلاق البئر البحري